موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم يا أصحابي أهلا بكم طلاب جريسري وحشتوني جدا 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 أولا أنا مبسوط منكم كلامكم الجميل اللي أنتو كتبتوه في الكومنتات الفيديو اللي فاتت وكمان تعليقاتكم الجميلة وكمان أسميكم لأنا إن شاء الله محضر لكم فجأة جميل أوي فطبعا مبسوط بردود أفعالكم مبسوط كمان أنتو بتذكروا مع نفسكم مبسوط أكتر أنت بدأت من دلوقتي أنك تعتمد على نفسك لأنه هو ده المهم أنك بتذاكر لوحدك لأن أنت فيما بعد هترتاح بعد كده لما تدخلت سنة رابعة أو سنة خمسة أو سنة ستة وتلاقي نفسك أنت اللي بتتبع مع نفسك وبتحل وبتطلع كل إجابتك صح ومن غير مساعدة حد ده في حد ذاته إنجاز كبير أوي 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 أما بالنسبة اللي كتب أسميهم في الكومنتات فأنا محضر لكم فجأة جميلة أوي 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 تجي نشوفها؟ يلا هنا أنا طبعا بالنسبة لطلابي الجمال اللي كتب أسميهم في الكومنتات أنا مسميهم سوبر سيودنت فعشان نهاردة أعملكم نهاردة شهادة التأدية طبعا من ضمن الطلبة الجمال أوي اللي كتب أسميهم ركاية أيمن فاطمة محمود عمر خالد مريم بلاد محمد أمين ندا عبد العظيم وكمان فارس محمد وكمان حمزة وأخوه التوأم حزيفة كمان أحمد حازم ويوسف محمد ويوسف معرفش يوسف إيه وكتب اسمه كده مصطفى السياد كمان فاطمة أدم وعبد الرحمن وروان أحمد وجاسمين دولة اللي كتب أسميهم في الكومنتات أما بالنسبة لو كتبش أسميهم ما تزعلوش ممكن قدامك فرصة تانية كمان إنك تكتب اسمك في الكومنتات وتعرفنا إزاي أنت بتتابع من نفسك وإزاي أنت بتحل وممكن تكتب أي مشكلة أنتو بتقابلكم في الكومنتات وأنا إن شاء الله هعرف هربط عليكم بإذن الله أنا مستمي في الفيديو بتاع النهاردة أنتو بتكتبوا أسميكم وتتفعلوا أكتر وتشاروا الفيديو في الجروبات ولصحابكم عشان برضو يستفادوا وبردو نعمل لهم برضو شهدات تأديل وطبعا الفيديو اللي جاي هيتعمل لهم شهدات تأديل بتصميم جديد يعني مش كل فيديو هنعمل نفس التصميم لا طبعا هيبقى بتصميم مختلف كمان حاجة مهمة قوي إصحاب الشهدات التأديل دولك هيلقوا لو عشان تحملوها هتلاقي رابط التحميل في وصف الفيديو ادخل وحمل الشهدات التأديل بتاعتك ويلا كنفتت الحصة يلا اهلا بكم حبيبي طبعا الدرس بتاع النهار ده مهم قوي وبيتكلم عن عن فراكشنز ستوري بروبلمز فانركز كده عشان فيه حاجات كتيرة وهيبقى فيه ستوري بروبلمز وانا عايزك تركز قوي 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 في الكلام وان شاء الله ان شاء الله اللي احنا هنشرحه النهار ده هيبقى سهل بالنسبة لك قوي وبرضو شارتي انك لازم تحل انت لوحدك هي الفكرة بتاعت الدرس اللي هو بيتستخدم فراكشنز في ستوري بروبلمز هنا لو جيت لبص على الأورز احنا عايزين نعملها ديفايدنج ديفايدنج لي مثلا تو هالز بولك هنا قسمها لي تو هالز طيب طبعا احنا عرفنا من في الحصة اللي فاتت ان الهاف ديت بيكون الدينوميونيتورز بتاعتها بيكون ايقوال زيتون وكمان هنا الكلوك هنا القدام ديت معمولها ديفايدنج فور تولف ايقوال بارتز يعني هي متقسم هنا لتولف ايقوال بارتز لي اتنشر قطعة متساوية انا مستر عايزة عاملها ديفايدنج كده يعني عايزة قسمها بالنص دي الفكرة كلها هي انت ممكن تعملها بسرعة بس انا عايزة فهمك هي جيت ازاي الطوالف ديت طبعا الطوالف ديت منعملها ديفايدنج تو او ممكن تقول تو طايمز ايقوال زيتولف هيكون ساكس فعشان كده هنعدم بعد توالف ساكس ايقوال بارتز وان تو سري فو فايف ساكس في الحالة ديت هنا بنعمل ايه لاين كده يبقى انتا كده عرفت تعمل لها ايه تو هالفز تو هالفز طب هنا بيقول لفورسز اوه فورس يبقى تفتكر عطول أو مرح facifications فور FOUR فور أور كوارترز كوارترز يعني بعمل כ ways فور ايقوال زيت قادرز طب Gumuster نعملها ازاي نعملها ازاي اقولك بردو هنا slowly equal parts ديفايدنج الفور فور times something equals 12 يعني port times equals 12 نفكر كده في time civil for times four times three !!! هنقدم بعد التوالف هنا ثري كورترز في الحالة ديت او معامل هنا كده وبرضو هنا كمان تمام يبقى انا كده عملت لها خلاص تمام كده طب هنا بقولي ثيرتز ما تنساش ان الثيرتز بتاعتها ثري بيكون ثري الديومنيتر بيكون أيقول ثري برضو ثلاث ثري تايمز ايه؟ إيقوالث الفور تعال كده من عد كده وان تو تري فور هباخل من عند لون كده ومنزل من عند لفور برضو كمل كمل عد كمن لفور وان تو تري فور من بعد الفور وان تو تري فور برضو هم عمل كده لين كده سهلة إما هنا إذا third وهنا برضو third وهنا برضو third ما تنسى سعيلة جدا ما تنساش إن الثالật gaat over equal 20 minutes 20 minutes 20 minutes والquarter hour is equal 15 minutes 15 minutes أما الhalf hour equal 30 minutes each half hour equal 30 minutes تعال كمل لو إنت فهمت اللي انا قلته من شوية بالنسبة لك الحاجات دي هتخلاص هتبقى سهلة هنا بيقول انا اقدر ان انا اقسم صح او لأ صح يا مستر ان انا اقدر ارسم خط كده من عند كده طبعا وكمان قالك عشان برضو اقسمها كمان مره مو ممكن ارسم كمان line from 127 كده تمام بيقول لي هنا ايه can you divide the clock into two equals parts استخدم لي طريقة انت كمان او انت اعمل لي كمان واحدة بحيث ان انا اقدر اعمل dividing the hour اللي قدامي دي هتلتو equal parts طب يا مستر اعمل ايه سهلة جدا two equal parts تعالى كان كده نجيب color من كده مختلف نجيب مسلا اللون ايه لون ايه لون ايه لون اخضر هيبقى مسلا ممكن اعمل كده كده ها يبقى انا كده عملت ده كده half hour وانا برضو two equal ها ده الها اوكي ممكن طريقة التالتة ممكن مثل تانية انا ممكن هو قال لي هنا one seven ازود عن الone هنا كمان يبقى two وازود على seventy one يبقى eight يبقى two eight سهلة صح وممكن كمان three ازود على one تبقى four وازود عن nine دي one تبقى ten يبقى four to ten هنا برضو five to eleven five to eleven يا رب تكون فاهم طب هنا بقول لي you can divide the clock into three equal parts three equal parts you can draw lines from the center to one to five and nine one and five and nine one five nine اوكي قالك هنا ايه what other lines can you draw to divide the clock into three equal parts يبقى برضو عايزين برضو هني اسمها برضو برضو three equal parts هنزود على الone دي هنا one تبقى two والfive هنا one يبقى six والone برضو هنزود على one تبقى ten شو بقت سهلة ازاي يبقى انا كده رسمت هالو وكده عملت هالو زمن عايز تزود كمان عايز تعمل لها تقسيمة كمان بازود على two دي one يبقى three والsix دي بزود على one تبقى seven والتين بزود على one برضو تبقى eleven you can divide the clock into four equal parts you can draw lines from the center four to seven to ten and one تعال كده four seven ten to one هنا بقى هنزود انا من عندي الفور دي هتبقى five عند الفايف والسيبن دي هتبقى eight والتين ده تبقى eleven والone زود one لتبقى eight two فعلا انا قدرت اعملها divining the hour four equal parts فاهم يا رب الكون فاهم طيب هنا بيقول لي يارا has one apple يارا لسه زغنطوطة ما تعرفش حاجة في الفراكشن وكلم من ده ولسه ما تعرفش حاجة في الدفايدن بيقول هنا has one apple معاته صفحية she cut into four equal pieces قطعتها لي four equal pieces she wants to share it عايزة عايزة توزعهم with three four her friends عايزة توزعهم على ايه ثلاثة من صحبتها what fraction matches this story يبقى الفراكشن اللي بتعبر عن الستوري دي ايه يبقى تعالى كينا نشوف هنحلها ازاي هنتخيل ان الابل ديت كان ها كده فار كده معلش رسمي مش حلوة ابدا كده دي كأنها مثلا التفاحة ما احنا نحلها عن طريق فراكشن دي كأنها الابل واللي هنا she cut it into four equal pieces يعني هي قطعتها الاربع قطع متساوية ايه one two three four one two three four تمام what fraction matches this story bully she wants to share it with three her friends هتقسم على ثلاثة من صحبتها طبعا خلي بالك ثلاثة مع صحبتها وهي كمان هتاخد ما يمشى القصر عنهم بتسيب نفسها يبقى كده كل واحدة هتاخد كم بتاعت كل واحدة هيبقى كل واحدة هتاخد لها جزء صح حول يا لأ وجزء ده عبارة عن ايه فراكشن كده one coloring part from four equal parts يعقلهم على بعض بيكون ايه four هيبقى هي هتاخد ايه quarter وكل واحدة من صحبتها هتاخد ايه برضو هتاخد quarter مينة معها قطعة كبيرة من الخشب هنفرضها كأنها كده ايه ده ايه ده ده خشب دي ولا ايه ده ايه ده كده with he needs it to cut it into enough pieces عايز يقسمها لقطع متساوية to share with her six friends على يقسمهم على ستة من اصحابه which fraction matches the story خلي بالك هو وصحابه بكده كام he needs to cut it into enough pieces to share with his عايز يشاركهم ويقسمهم مبين ومبين ستة من اصحابه يبقى كده كلهم كام seven seven persons one two three four five six وزور كمان واحد من عندي بقى سذر خلي بالك صح ولا لا he want to share with his six friends ما تنساش دية يعني هو مش هيوزع على زميله ويسيب نفسه which fraction matches this story يبقى يكون هنا ايه كل واحد اخده كام جزء جزء واحد one part one colored part وهما from seven equal parts يبقى sevens ويبقى ويبقى كده يبقى نصيب الواحد هنا يكلم كام a chair of one person equals اعمل part كده from three equal parts from three equal parts mariam has a long sandwich she wants to share it with four of her friends مريم معها long sandwich وعايزة تقسموا ما بينها وما بين اربع من صاحباتها يبقى هنفترضي sandwich ده sandwich هنعملها five equal parts five equal parts one two three four five طبعا كنا كل friends من دولت أو كل person من دولت هياخد ايه one part يبقى هنا one colored part from five equal parts مصطفى had a candy bar he took two days to eat it مصطفى معاك تعمل حلوة تمام تمام two days to eat it هيقل اخد يومين علشان يقولها and ate the same amount each day ate the same amount each day بيأكل نفس الجزء أو نفس الكمية في اليوم الواحد on friday he ate one piece friday أكل قطعة saturday اكل كمان قطعة هو اصلا هنا بيقولك اكلها في يومين انا على النفس لما بكون معايا شوكولاتة كبيرة ببقولهاش على طول تمام فبنعمل ايه هو بقولك اخد يومين يبقى هنفترض وفي اليوم الاولاني اكل قطعة وفي اليوم التاني اكل قطعة تانية كمان يبقى كأنها هنا اللي هنفترضها ان الفراكشن ذاتها عبارة عن وفي اليوم الاولاني اكل جزء منها وفي اليوم التاني اكل الجزء التاني فهيكون هنا الهالف How, Which of your fraction? يعني اكلouting يعني اكلها نص وخصيق كمان نص Oh which of your fr traypes? بيستمatch عايز يقسمها نص ونص تاني كده يعني هو في الأول يعني كده خلي بالك هنفرضها الكارد بورد كأنها كده وبقولك في الأول هنا عمل إيه ركز في الحد لجه دي قوي قالك يعني هو أسمها لإيه فبنسمها كده قالك هي قالك قسم كل هاف بهاف كمان يعني كل هاف بهاف هنقسم الهاف دي كده والهاف التاني ده برضو هتكون كده فكل واحد هنا فيما هيبقى كده بقى كده بقى كده 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 أحمد بنز بس أوف كارد بورد برضو انتيرد أهوت انتيرد one two three هي بنز اتش third in half مسك كل سرد من ده أولاد وأما عمل لك إيه أما عملوا دفايدن بtwo equal parts هاف يعني بدا كده هاف وأنا برضو هاف وأنا برضو هاف يبقى كده 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 هيبقى one from one two three four five six six equal parts سامح برضو نفس الفكرة انتيرد تعال كده one two three هي بنز اتش third in half يعني مسك كل ثرد من ده أما عملوا إيه بنز تو هاف كده وكده وكده then هي بنز اتش بيس in half again يعني مسك كل جزء كمان من الهاف ده وما عملوا كمان إيه هاف تاني يعني هنا عمل ده هاف وهنا هاف وهنا هاف وهنا برضو هاف اتش هاف هنا هاف يدرو and label it تعال نهد كده one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve يبقى كده الفركشن هنا هيكون إيه one over twelve one over twelve واسبلت ديات انت اللي تفكر فيها وانت ايه تعالوا كده ناخد الاسم اللي عليها الدول لو بيتكلم عن الاسم number seventy four بيتكلم عن comparing unit fractions يعني هايسين نعرف هنا من الأكبر من الصغير هنا جابل الone hole وهي كأنه one وهنا الهاف وهنا السيكسز تفتكر من البيجر هنا بتقولها مسك كل سيكسز بينا قوي اش معنا عشان السيكسي أكبر من التو يا حبيب قلبي انت مش شايف هنا الفركشن عمل ازيه ها ده كده half الهاف بتاع الone وهنا السيكسز يبقى البيجر هنا هيكون مين هو الهاف هو الأكبر كذلك الفركشن أولاد الفركشن بلتعامل معاملة الانفرس العاكس يعني مثلا الكبير أو الرقم كبير هو ده اللي يعتبر هو الايه السمولرز هو اللي يعتبر السمولرز يعني هنا برضو هنا هافة هوت وهنا سيكسز مش عنشان هنا سيكسي بقى انت تروح تختار السيكس يا بيجر هقولك مثال مثال مثلا لما اجا أقولك النص جنيه والربعي جنيه من الأكبر النص جنيه ولا الرابعي جنيه هتفكر كده تقولي النص جنيه طبعا هيبقى الهاف هو الهاف بعد يعتبر زين الكوارتر طب مع العالمين الديميناتر زينة تو وهنا فور والفور جريتر زينة تو هي الفركشن كده بتبقى الحكس ده فكرة الدرس ده كله هنا طبعا بينا قدامك هيا تكون وممكن أنا وعايز تحلها بسرعة أنا قلتلك السوء الغلا هو اللي هيكون عنده رقم صغير هنا والفور هيكون طبعا بينا هنا هو الكوارتر هي البيتر هنا الثفظ والثيرد الثيرد هي البيتر السكش هي البيتر هيكون طبعا كوارتر وهنا هاف والإيتس يكون الهاف وهنا ثيرد والسكس إ iterations والسكس هي الأكبر طبعا وحسبك انت تكرمي دولت طيب سوف نتبع collabor سوف نتبع موقع surgeon designer صغير سابعة الخارج ketchup الخارج سلام الفêter سابعة سابع سابعة 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 الخارج سابعة هيكون طبعاً الكوارترز سيردز أو سيفينز هيكون طبعاً سيرد وهيسيبك أنت لتكمل هنا طبعاً يقول لي وان هول وان 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 كاملة هيكون طبعاً هي الأكبر الوان هي أكبر منهم كلهم ودي برضو زيها طب تعالوا كان نشوف الاستور بروبلم دي أمنية needs quarter a litre of oil and sixes of water to make a large patch of muffins والأمنية use more oil or more water أمنية كده هتستخدم أمنية هتستخدم أمنية هتستخدم هل يطرى هتستخدم الاول ولا الواتر أول حاجة هنا هنفترض أن مثلاً أن المفنز ديت مثلاً كأنها وان كده ماشي دي كأنها وان ده المفنز عشان أعملها عايز هنا أمنية needs quarter of oil quarter هنفترض نحن بيننا وبعد كده هنعمل كده quarter كده نقسمها برضو تاني quarter of oil quarter يعني هنقسمها one two three وده quarter وبنعمل برضو نفس part تحتيه قدي بالزبط ماشي؟ وقال لي هنا يبقى هنا هنعمل يبقى هنا هنعمل ايه؟ six equals parts one two three four five six one two three four five six تمام كده وهنلون واحدة منهم يبقى من الأكبر؟ هنا طبعاً قلنا هنا left quarter وهنا طبعاً يبقى من الأكتر؟ لنستخدمه طبعاً هيكون الأكتر هنا أهود لو القوارتر quarter of oil يبقى شي نيت quarter of oil نقول القوارتر greater than one over six تمام كده؟ تمام يبقى أمنية يبقى لو كده أمنية use use more oil أو أمنية will use more oil أمنية will use more oil هتستخدم الزيت الأكتر يوسف needs to cut some woods of project يوسف عايز يقطع بعض الأخشاب عشان يعمل مشروع أو عشان يعمل حاجة يعني he needs fifths of a meter for the top يبقى عايز الجزء ده fractions ده عشان يعمل حاجة علوية فوق كده and quarter of meter for the pace عشان يعمل القاعدة أو القاعدة بتاع عيدة الشكل اللي هيعملوها which piece يحتاج خشب أكتر لفين لأنه جزء إكسب لون your answer using picture numbers and words in the box club هنفطرت ان البروجيكت بتاع إيه ده إيه لأنا ناسود أنا بصباح هنفطرت ان البروجيكت بتاع أهوات بالبار ده دو و بنعمل بار تاني كده add بالضبط هنا بقولك fifth يبقى أنت كده مفروض تعمل dividing this part five equals parts one two three four five الفيف او معاملها كده ده الفيف وهنا بعد كده quarter of meter quarter يبقى four equal parts one two three four بعد كده او معامل هنا ايه quarter كده يبقى بين الأكتر quarter of fifth هولو طبعا quarter يبقى quarter greater than a الفيف يبقى اقوله كده في الآخر the piece of the piece will be larger يبقى اقوله كده the piece of the piece will larger يعني كتعة of the piece اللي القعدة is larger هتبقى هي الأكبر تمام كده يبقى the piece of the larger أكون a is larger piece of the piece is larger باسم and أمجد باسم and أمجد run on the track بيقر على track to see who could run further without stopping من يكون الأسرع باسم run 50 of kilometer and I'm going run 70 of kilometer who run further برضو هنفترض ان ده سبقى أهوت وبعد كده بنعمل هنا برضو نفس البار كده أدي بالزبط بقى هعمل divide part زي five equal parts one two three four five طبعا كده بقيت المسألة لازمة أقسمها تاني كده one two three four five وهنا هعمل coloring one part وسميها هنا fifth بعد كده نفس part كده هنا بقول seven six seven equal parts one two three four five six seven six وعمل هنا coloring one part طبعا من الأكتر هنا بين أوي إن هي الفيفس بين هنا هي يكون مين الفيفس يبقى أقول كده الفيفس greater than مين السابق من الفيفس هنا باسم هي هنا مين باسم يبقى أقول هنا باسم run farther باسم run farther بس كده وإحنا كده وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا ويا رب تكونوا فهمتوا ولو ما فهمتوش اكتبولي في الكومنتات معلشي النهاردة مش هقدر اعملكم يوسيماس لان الفيديو طول قوي سنان كمان انا تعبان جدا وان شاء الله هناخدب من اول الفيديو اللي جايه ومستنيكم وتكتبولي اراءكم في التعليقات سلام